لكن زي ما قلت لحضراتكم الموضوع بسيط جدا الناس كلها بتزقف اتجاه الاصل الاهلي على رأسه ريشا والله هو ده اللي بيتقال وهو ده اللي بيحصل من بعض ما اللي يشجع الناد الاهلي بيقولوا هذا الكلام بيقولوا ليه علشان صاحب القرار صاحب القرار في ان هو يأجل هذه المباراة عندما تنظر الى المعطيات لما تبص كده على المعطيات يجب ان انت تؤجل الى هذه المباراة بدون اي كلام من غير ما تتكلم في اي حاجة من غير ما تنظر الى اي شيء تأجل هذه المباراة بتاعة يوم التلاتة امام بيرامدز الاهلي وبيرامدز التأجل خلاص ولكن متخذ القرار او صاحب القرار بيسمع من هنا وبيسمع من هنا وبيشوف الاعلام وبيشوف ده بيزوء اصل الاهلي على رأسه ريشا اصل جمهور الاهلي بيش عارف ايه اصل ايه اصل ايه يبتدي يقولك اه ده احنا بقى صاحب القرار في القرار ان هو يوم التلاتة هتلعب يوم التلاتة على الرغم من ان الموضوع لا يحتاج الى كل ده موضوع يحتاج الى نظرة منطقية اذا كان المنطق او اذا كان الامر حضراتكو كناس مسؤولة عن القرار وناس رياضيين وناس عارفين اللي بيحصل في اي فريق وعارفين اللي حصل خلال الاسبوعين اللي فاتوا وعارفين ان الاهلي بيلعب كل تلات يام مباراة وعارفين ان عندك مجموعة كبيرة من اللاعبين قصة تانية هي عندك مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي موجودين دول حيلعبوا في منتخب مصر فلما يلعبوا يوم تمانية ويوم اتناشر ويوم خمسة ويوم اتنين قبلها ويوم كذا وبالتالي يوصلوا اليوم تمنتاشر فهيخش المعسكر يوم عشرين ولا يوم واحد وعشرين بعد رجوعوا من سفرية طويلة وبعد كده يروح يلعب مع المريخ السوداني ولا الهلال السوداني وبالتالي مع المريخ وبعد كده يرجع يخش المعسكر عشان يلعب مباراة يوم خمسة وعشرين تأهله او تأهل بلده لكاس العالم تأهل بلده لكاس العالم وبعدها بيوم يسافر لغاية السنغال دكار عشان يلعب المباراة التانية يوم تسعة وعشرين لو حضرتكم بالمنطق وبالعقل شايفين اللي أنا بقوله ده كله منذ بداية الدولة بعد نهاية كسر الأمم الأفريقية وفي وسطه المباريات الأفريقية لغاية يوم 18 إن ده طبيعي خلاص هنقول إيه مش هنقول حاجة ولكن هل في منطق في الدنيا يقول إن أنا عندي مباراة بعد 3 أيام مسافر 8 ساعات نازل جنوب أفريقيا رايح جنوب أفريقيا 8 ساعات 8 ساعات ولا 9 ساعات وعندي مباراة أنا حقول إنه هو متصدر الدوري لغاية دلوقتي بفارق مباراة ولكن بيرامد زوان متصدر الدوري دلوقتي وأنا نادي الأهلي بيسعى أن يعود إلى الصدارة من خلال هذه المباراة اللي هي مباراة يوم الثلاث وبالتالي هي مباراة صعبة أنا لو مدير فني حبقى عايزة رايح إسلام مثلا فمش عارفة رايح إسلام لأنه مباراة مهمة وعندي بعدها 3 أيام وعن 4 أيام مباراة أهم وأصعب هفكر فيها إزاي قال لكم فعون المدير الفني